تسأل عن الهجر تقول ما هو الهجر بالنسبة لهجر الزوج لزوجته وكم يعني مدة الهجر التي للإنسان أن يهجر زوجته تقول أنا سمعت كلام من حيث الأيام أنه 21 يوم النبي صلى الله عليه وسلم هجر تقول ما هو الذنب الذي يعني للزوج أن يهجر زوجته أولا أخت الفاضلة أجمع العلماء على أن الهجر أحد أنواع التأديب التي يقوم بها الزوج فيؤدب زوجته الناشز هذه بين قوسين الناشز لأن الله تعالى قال والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن السبيلة إن الله كان علي كبيرا هذا الأمر الأول الأمر الثاني لا يجوز الرجل أن يهجر امرأته غير الناشز الأمرأة المطيعة الأمرأة الطيبة الخيرة اللي ما صدر منها مشكلة ما صدر منها سبب وإنما تهجر المرأة الناشز ما معنى الناشز الناشز في نغة العرب ما أخوذ منه النشوز والنشوز هو الارتفاع يقال أرض ناشز يعني مرتفعة والمعنى أن المرأة تترفع على زوجها تتكبر على زوجها تعصي زوجها تتمرد على حقوق الزوج تتمرد على حقوق البيت يعني ما تخدم الزوج أو تتلفظ على الزوج بألفاظ نابية أو لا تقيم الحقوق والحدود التي بينها وبين زوجها عفوا أو تخرج من دون إذنه من دون إذن الزوج أو مثلا امرأة سيئة الخلق يعني سيئة الملافظ مثلا هذه امرأة تسمى ناس تترفع على زوج وتتمنع وتعصيه في الأمور المباحة وفي الأمور الواجبة هنا الزوج يبدأ خطوات التأديب أولا فعظوهن والموعظة هي هو كلام مصحوب بزجر يعني الموعظ مثلا ما قال بعض العلماء الصياط القلوب يذكرها بالله يخوفها بالله يخوفها بعذاب القبر بنعيم القبر يخوفها بالنار يذكرها بالله واليوم الآن يذكرها بحقوقه عليها فإن استجابت الحمد لله إن لم تستجب ينتقل للإجراء الثاني وهو قضية الهجر والله تعالى ماذا قال قال وهجروهن في المضاجع ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى لهم كلام طيف مثل هذا أولا باتفاق العلماء يكاد يكون اتفاق وإن قال بعض الفقه خلاف ذلك على أن الزوج لا يجوز له أن يهجر زوجته بالكلام أكثر من ثلاثة أيام فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام فالرجل إذا أراد أن يهجر زوجته بالكلام لا يزيد على ثلاثة أيام لا يزيد على ثلاث أيام ثانيا الهجر يكون في المضجع والعلماء هنا نصوا على أن المقصود بالهجر أن يترك جماعها أن يترك معاشرتها الزوجية تأديبا لها مدام أنها ناشز وتمردة وعاصية ويعني لا تقيم الحقوق ولا تقيم الحدود وزوجها يعاني معاناة شديدة منها له أن يهجرها لكن في المضجع ما يهجرها يعني ينام في السرير لكنه ما يأتيها ولا يقربها طيب ما هي المدة العلماء لهم كلام طويل منهم من قال إلى شهر ومنهم من قال إلى مدة الإيلاء وهي أربعة أشهر ومن أهل العلم من قال بأن هذا راجع إلى تقدير الزوج بمعنى أن بعض الزوجات لا تحتمل أن يهجرها زوجها أكثر من أسبوع أو أسبوعين مثلا فهو يقدر هذا الشيء لأنه أدرى بحال زوجته وبعضهم يرى بأنه يجوز له أن يمد الهجر ولو إلى أكثر من أربعة أشهر وبعض علم قيده وقال هذه مدة الإيلاء ولذلك المنصوص في بعض كلام الفقهة على أنه إذا زاد على أربع يؤمر إما أن يجامع إلا يطلق لأن هذه المدة التي جعلها الله عز وجل الحد النهائي لترك الرجل امرأته من غير جماع الذي يظهر لي والله وعلا بعد بحث أن هذا راجع للمصلحة بشرط أن لا يجر ضرر على المرأة بسبب هذا الأمر يعني لا يجر عليها ضرر آخر مثلا فيرجع للمصلحة أما قضية والله أن الرجل يهجر امرأته لأتفه الأسباب لخصام بينه وبينه هذا ما يجوز محرم لا يزيد على ثلاثة أيام الهجر الذي في المضجع الذي ذكرناه هو النشوز نشوز المرأة إذا نشزت تمردت عصت ما أقامت الحقوق تخرج من دون إذن زوجها مثلا لا تقطع زوجها في الأمور المباحة وفي الأمور الواجبة هذا هو المعنى بارك الله فيك